دي أول مرة تحصل لي شفتني وأنا رايح لها حد تاني أول مرة الفكرة دي تيجي خيالي أصلا أني أشوفني زي الناس بمشي زيهم بقى تكلم زيهم تصدق أني كنت هبقى وات جامد؟ مين قالك أنك مش أجمد وات في الدنيا كلها؟ يا عمر عارف هتقول إيه الحمد لله أنا أحسن من غيري كتير قوي كمان بس أنا بتكلم على ساعتها يا عمر ساعتها اتمنيت أني مكنش أحسن من أي حد اتمنيت بس أني أبقى زي أي حد قد هيك يا خالف؟ آه قوي كمان بس هي لملمتني بسرعة نستني كل حاجة وحشة حصلت بسانية يا عمر ما بتويني صورتها بقى؟ هو الحال يقوليك و الوحش لنا ولا إيه؟ يا عمر خلاص حالي سويني إيه رأيك؟ مش عارفة أولها لك إزاي دي؟ إيه؟ مش عارفة يا خالفة ليه؟ عشان كل الرجالة هتتغاز منك يا عبود حلوة حلوة قويسة طبعاً وإنت ما تحبش حاجة مش حالة يا خالفة آه بس هي مختلفة كارزمة تانية كده شابة حل إيه؟ انت قلت لها يا خالفة إيه؟ اللي انت حاش لا، لسا شوية طب بص بقى خالفة أنا هطلب منك طلبة قولي يا عبود ممكن ما تتأخرش في إنك تقول لها ده ما تخافش من أحساسي أنا مش خايف أنا بس بتأكد أوكي خد وقتك دس عشان خاطر ما تتأخرش أوكي هاعمل كده تشوف تصور تانية عليها؟ حلم جبالي من الآخر ادخل هات استنى أنا يا عشان تعشيت قمني يا عشان رد على قد السؤال، تعشيت لسا يا عشان طب يلا بسم الله شكرا 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 لله، اه في باب وراك بقى يلا يا عملا أيمن بقى ماتتننحليش بقى بالساوصة يلا يا عملا بسم الله ها كمي احنا كنا بي ايه احتمالات الأماكن اه، عندنا خمس احتمالات الأماكن اللي ممكن يكون موجود فيها أمريكاني بس المشكلة الأماكن دي كلها متخصش أمريكاني في حاجة كل ملاكة ناس تؤال قوي يعني احنا مشكلتنا في أمريكاني مشكلتنا في الوراء اللي بيحميه طيب الناس دي موجودة مش هنعرف نجيب أمريكاني في قضية ياخد عليها حكم زي ما يستاهل هديك شوف اللي هي سالت عنه كل حاجة هي صاحبة الامرة وهي صاحبة القذر اللي في السطوح يعني بضعب تاعتها وبشوية تأكيز قد كده طبعاً الست دي شريكة الرجل ده بكل حاجة اللي على أخذ المقدرات ممكن عمر بتكون متوجب معاه في الموضوع ده يعني يغارق ده درشيل كافة طلباتها مستحيني صعب الست تامي نفسها في النار عشان خاطر خصوصاً انها وقفت مصطها الأساسي من يومة لم تتعليم هلو ايه باشي ايه باشي ايه باشي ايه باشي ايه باشي حاضر ايه باشي ايه باشي في الطريق سلام سعطي سلام يا باشي ما عمور عايزني ايش معنى ما عرفش عرف ان انا هنا ما ظنش بس يا فرقة يعني ايه انا مقصدش المهم بس عشان ما نساش من بكرة حملة تحريات واسع جداً على الأماكن اللي ممكن أمريكاني يكون فيها وياريت لو نلاقي أمريكاني وقال لي هنخش في حسابياتنا أول وجديد دي خليها عليها يا معلم بس تسيبي الصاوي اه عندك يا عم ايه مان ما تتطفلش عم سيبي صندواتشين ايه صاوي يا باشا حنفية ولا معدنية دي حنفية طبعا باشا ابو اعمهات ما تخلى باشا كلت اه انا متديها في البيت قبل ما ايجي طب خش الايمن بيه في مكتبي عايزك الله باشا شكراً شكراً خير يا باشا عدل ايه عمر باشا كان عزك في ايه طي أحنك احكي عميمك في عدل الكومي يا كي وانا خليفت في العدل الكومي طالعلي في المقدر حد اتصل بيا رن مرتين باشا ده الباشا الكبير او امر باشا انا في الشغل يا بابا ليه يا بابا في ايه طب هي حصل لها حاجة طب يا باشا انا في الطريق بقولك يا باشا انت فين طب انا في السكة بابا بقولك بخير يا عمر بصور رد علايا رد علايا رد علايا انا اكترا أسيبول يا باشا الودا لازم يموت باشا 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 انا عايزة بتطمي على الاخرى باشا الوقت ده انا خليه لفة حوالي النفس هيطلع من تحت ايدي وبيمشي في الشارع يحذف شبه ويجري وراي القفل واحد اللي بقى باشا اشلم لا الى الا الله اصنعني محافر رسول الله لا الى الا الله معلش بقى باشا قلبنالك دماغك ازاي بقى عمر بيه الباشا والدنا كلنا وده انفعل طبيعي للي حصل يعني معلش بقى باشا بالراحة كده فاهمني اللي حصل الموضوع عمر بيه انه بقى 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 كبير تقريبا ايا كده في المشهور جمع بحل المكانيك بتاع الراجل ده وهي معدية شافته مسك الصابق بتاعه وعدم العافية العادي يعني عمر بيه وهم بيعاملوا سيدان كده لكن يظهر ان الهانم اتخضط شوية عمر بيه من المنظر وتخنقت مع الراجل وفص الخناقة يعني انفعلها زادت شوية وحاولت تشد الواد من قدام الراجل لكنه نيسي نفسي طبعا ويعني وزقها طب يا باشا انت عمزدو محضر بس يا عمر بيه ماشا باشا بعد بإذنك طبعا يعني احنا هنأجل كل حاجة لحد ما اكلمك في التليفون تحت أمر يا باشا بعد إذنك يا بنيه أمر يا باشا الأمر لنا بحد يفتح لنا تحت أمر حضرتك أنا هاجم مع حضرتك فضل يا باشا فضل يا باشا فضل يا باشا أنا طبعا مش عايز أعرف اللي حصل أنا متأكد إن انت صح بس أنا عايز أعرف انت عايزة نعمليه مع الراجل اللي انت عايزة هيتعامل بس من غير ما تتأثري بابا أنا عايزة الولد ده في المؤسسة بتاعتي أولا دي أتيب لأ أمه موجودة والمفروض إنه هم بعث وجبه دلوقتي عشان الراجل اللي هامة جدا عايزة تشهد إنه هو ما بيشتغلش من وراه صعب أدي يا مامه أنا عارف طب الراجل بصراحة يعني هو ملحقش يزقيني أنا أول ما لقيته بيمدي إيده عشان يزقيني اتخضرت ورجعت له وراه وسبت الولد من إيدي أيوة عني لمسك ولا ما لمسكيش وأنا لو ما كنتش تخضيت كان أكيد حيلمسني طبعا يا ماما فاهم أنا إيه اللي حصل بالزبط إيه اللي حصل إنه أنا تخضيت آه طب إنت عايزة أكتب في المحضر إيه بقى إنه زقك ولا إنه هوشك إيه تفرق في إيه يعني ما هو برضو غلط ومن حقق أي حد كده إنه هوش أي حد ده طبيعي يعني لا يا ماما مش طبيعي بس تفرق كتير لو زقك يبقى لنا السك يبقى تحرج إنه ما لو خضك بس أنا عرف ربيت طريقتي ما غير ما نعمل لو قضية التحرج وش بقى ومحدر رسمي مش عارفة بقى بس سبابك مصمم ملكيش ده عبابا ومهم إنتي بابا ده ممحروق أنا عتصرف محاك إيه أنا عايزي عمر بيه دايما باشا الصباح الفل الصباح الفل ليك ضيف عندي مستاني في المكتب لأولت صنعك هنا في نفس الشي الحاك ده مين ده ده عرف أنت حكومي عرف أنت حكومي مين يا أبو عاد الفلانتينو آآ عايزي على الصبح ده أنا مش طاية أتكلم معه الصراحة أنا ضيفت وغاف ما أنت بيه داخل الناس دي بيجيب دي تنفس عالصبح كده لا 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 ليه تنفس مينفعش إضرب دي مش معنى يا عمي هتسلك الهواء يبتعم الشغل نفورة هوا ماشي أبعا هتقولك بقى عشان المكتب عندي اتخنق طب شوية واحدة فطيب لا هتلوف يا سيدة دي أنا بنحاول